حوار الصراحة مع الشاب بشير قلت شاب بشير شفت فنانين عاشوا الفقر هذك الواش أنا خدمت بش نولي غني لا مش خدمت بش نولي غني خدمت بش نعيش مستور كنت بش نعيش مستور بش ما يصير ليش اللي صاررهم هم ليت فنانين شكول مثلا نشم تذكر مكثريتهم ماتوا ما نحبش نجبد الأموات يعرف دلاجة وانتي بدك تعرف لأ الجمهورة وما يعرفش نحن نعرفه يعرف طوى ميثالة أبسط الأشياء أعطيني ميثال هذي قللت حب تقول فاطمة بوسح من أحسن الفنانات الشعبيات من أكرم من الناس الله يرحمها كانت كريمة ياسر كانت العيادة تخرج عليلش العباد كانت تخرج في برشة تصور في فلوس وتخرج في برشة فلوس في الأخير في الأخير مسكينة ماتت ما عندهاش حاجات ما مستحقة حتى بش الداوية فاطمة بوسح الله يرحمها أكيد كانت من أكرم الفنانات أكرم في تونس كانت كريمة ياسر كانت دارها من الستة متاع الصباح للليل وتلقيهم بالأربعة خمسة ينسيهم ويطيبوا ويقضوا في التاي ويطيبوا في الحم ولي ما عندوش يجي يعيد ولي ما عندوش يجي يلبس قد يجيبتلي فنانين هنا فنانين مش معروفين تقول يمان عبد الرزيق وتعمل معهم ديو حنينا على الأخر أكبر خسارة أكبر خسارة في الوسطة الفنية مع وضع حتى ونحكيه على التعويذ لأنه عندو ما يقول بي كالشيش شكولت؟ طباحني رزيق خطر هو بمألوف المجال تشوف الحاجة هذي أنه الفنان هو مخدمش على مستقبله أنه ممكن يصرف حاجات هذي تم المخدمش وتم لي كسر برشا فلوس في الفساد وتم لي ليصرف فلوس ما هوش في الفساد أما ما قراش عقبة الزمان هذيك عليش تتحب تغير صحيح وانا نقول ما فاماش قانون فنان ونرجع في كل حالة دي ما تقولها نعاود نقول لازم نقول كالشيش شاب بشير اليوم يعتبر من الأوائل الأعلى لا وإلا الأرخص لا متوسط متوسط؟ متوسط؟ وعلش اخترت تكون متوسط وقت ناس أخرين أقل منك شهرة وقل منك صوت وقل منك نجومية وأنا نعرف ياخذوا في مبالغ مبالغ كبيرة ياخذوا في كشيات أكثر مني صحيح بالحق معناتها بشير أنا شعبي وحبيت نبخ قديمة شعبي برافو للشيب بشير قل قلت مسرح كارتاج ما هوش حلمي أنا الأقوى لأني غنيت في عدد كبير من المهرجانات الصغرى وجاوا أكثر من كارتاج صحيح؟ صحيح وهذاك عليش أنا قدش من عام ما نتبرمجش في كارتاج وما يقلقنيش خطر كارتاج ما هوش وريبير بالنسبة لي أنا كارتاج ينجموا يجيوا فنانين فيشلين ويشريوا هما تيكيات ويعبيوه كارتاج ينجموا يجيوا فنانين فيشلين ويجيبوا كيران من جميع الولايات ويعبيوه كارتاج 8000 و 9000 و 10000 هذا يقبل طيب الآن تعرف أسماء عمله نعرف أسماء ونعرف كارتاج يجيبونه في عباد أجين بيخلصوا في بارشة ألاف دولارات وهو عنده مكسبه غنية مكسبه في رسيده أغنية يجيبوا معناتها بالنسبة لي أنا كارتاج ما هوش حلم ما أنا نمشي نخدم في نقولها ونعود نقولها نخدم في مهرجين مكثرة نعبي في العباد نخدم في مهرجين نصبيتلة نخدم نمشي القفصة تحية الناس قفصة نعدي في مهرجانات تتفتّق قلت رشقوا علي ذات مرات ملايين فمشيكون شرق رشق عالشاب بشير ملايين صحيح ولا؟ صحيح وين؟ في حتى من آخر مش آخر منهم مرة من المرات ملايين حتى مهمش من الدينارات حتى من بالأروات في حايزهور ربست الأشياء حوم شعبية هنه هنه مش داخل الجمهورية وين الفلاحة حتى في حايزهور مشيكون رشق عبرشة أروات فرقت النصيب الكبير على الفرقة فرقت لهذه الياشتح يحقق 50 مليار يعني الجاو عادي مفاجأة كبيرة أيضا أنه عائلة بشير الشب بشير الكلها في إيطاليا ناسكي سمعت بيتت أمك زوجتك أبنائك مرعفش كون زادة مشاهدة لإيطاليا يعني الشب بشير من تونس مغروس في قلب تونس فجأة عائلته في إيطاليا مشي الأسباب بشير والله هي جات في وقت متاع فغش وتنرفيزها صارت لي أنا مملت مشروعك اللي خسرت فيه وعبات حطت لي أعصاف العجلة تنرفيزت هذه العائلة لكل حطيتهم بغادي وجيت أنا الهني هي غيرت ما صار عائلة كاملة؟ أمك معاك أمي بطبيعة أمي وين أنا وين هاي يا أخي يعني وين بشير وين أمه هذه حاجة معروفة هل ما أخذت أي شفتونس؟ لماذا أخذها؟ لأخوتي الأخرين أنا أنا أخذت بير ومن خليش أمي لحد أحد هيا يا بشير نعرف ها تحية لأم بشير الشيب بشير اللي موجودة في إيطاليا وممكن راي تتبع فينا الليلة ممكن عبد الرزيق عنده حاجة مقبسة هذيك نحبها هذيك أمي أنا في قط الوالدة متاعي 2014 2004 كتعرفت على الشيب بشير وعرفت أمه وعرفت العائلة ونعتقد أنا واحد من العائلة لمرأة ذيكا في مقام أمي وجميكا نعيت لها باسمها هي تعرف كنكلمها نقول لها أمي شو حوالك والله العظيم بشير في الوسط الفني وأنا نعرف سنوات التالي تعرفت البرشة عرقيل وبرشة حقرة وبرشة حاجات خائبة شو الأسباب في الوقت أذاك علش الساحة كانت صعيبة معاك من الأول بشير هو الأسباب الرئيسية هي البغض والحزد ناس ما يعجبهاش أنه إنسان ينجح خاصة أنه بالأخص أنه يجيك إنسان من حومة شعبية ومن أول ما يطلع الدكلارية يقول لك أنا راني أولت حي التضامن والحنتي لقى وراني قاري لساة سبتي دائي وراني توقفت وراني بيت للشارع وراني عشت الفقر وراني خدمت المرشي وراني ما قريتش موسيقى يتنرفزه يجيك ويقول لك أنا الدكتور في الموسيقى والسولفاج ومدرشكون ومدرشكون وهو تقاه فنام فاشل ينبر عليك والله يجبكش تنجح يجي مايرعيش مايرعيش التضحيات اللي أنت ضحيتها مايرعيش التعب اللي أنت تعبته مايرعيش الموهبة أنا واحد من الناس في بداياتي نمشي نشري بوبينة سيدي فيها خمسين ونشري بوبينة أخرى فيها خمسين ونشري بوشات ونطبع في المطبعة ونمشي نقرافي سيدييات ونكتب عليهم اسمي ونمره تليفوني بالفاتر وندور محطة اللواجات وندور على الشيانستيريو وندور على العباد ونفرق فيهم مجانع من عندي هذا أنا الره مجهود كبير أني خدمت كبير برش الره روحي أنا ما نجحتش بالصدفة بتعب بالره روحي نجحت بتعب برش فما شخص قعد في قلبك أنه تعرض لك أو طفاك بلغتنا أو جاهلك تتذكره نجم تتذكر نتذكر شكونا تذكر أنا كانت دجاء واحدة تخدم معك قبلنا بنبقى تذكرها لما دي حياتي اللي هي وصلت يوم من الأيام حجرتني أنا وكشت على أمي شكونا ما ما نسمي إليك شكونا هي بيدها ما هي ما هي بيدها يمكن مش يعارفة لي هو أنا الشخص إذاك ما يخليها على روحها خليها فماش حداخل ني برشا كلها في الموسيقيين أمان وإنا في المطربين في الموسيقيين والمطربين اللي طلبت مساعدتها بفكرتها أنا أي تمّا تمّا شكون قصدتها بش قصدتها تعرف علفش قصدتها أخوية أي قصدتها بش تهزني توريني استوديو مانعرفش استوديو أنا؟ أذكي اللي قصدتها أقسم بلها قصدتها بش توريني استوديو مانعرفوش يعني في خيالك هكك الستوديو الي يدخلوه في الفنانين مانعرفوش مانعرفوش مانعرفش شنيل استوديوه مندخله وبش ندخل ومش ندخله مش المشاريات كازكا نتفرّج فيها في التلفزة وقته حتى لفنبوك منزلت مانيش مانيش ما فميش ودي جاهوي اليوتيوب بعد ذو ثورت حلو حقا زيت شقالتها ما حطت لي العصاب العاجلة ومبعد جتني قتل الشركة يتبع لك خمسين مليون برافو مشكونة ما يلا انت شوفش تقولها موجودة هي تغني موجودة موجودة ما مشهورة كاتيغورية كامور شرير على اللخ لأنها ما عاونتك ش عاش تجربة المخدرات ونورشيبة عاش تجربة المخدرات خرج عمل الكتاب الحقيقي روح انت معاه ام ضد معاه ام شنو معاه انه نورشيبة عمل الكتاب على التجربة اللي عاشها في السجن كفنان وانتي عشت نفس التجربة انت معاه انه الفنان انا عندي غني اسمه الحي روح هيبتك اغم الكتاب عندي غني اسمه الحي روح ما يدومش حال ما يدومش حال يا عمي ما الحي روح اعطيوني اقوية معاه ما يدومش حال يا عمي ما الحي روح ندق على بابك ونضمك برجوعي طفرح ما يدومش حال يا عمي ما الحي روح واضح ما شبتنيش تقول نورشيبة ربما يخذي العنوان ولا لا 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 هي هي معروفة الحي روح سواء كلمة ما مشروع وإلا متغرب هي معاه انتي معاه عليش ليش نيموه رجل فتحان عنده طاقة حبي ويكتبها يوريها تحية نورشيبة شلار بخلص الحل تحية ليه اشتركوا في القناة